من جينين مراسل عربي فادي العصر أهلا بك فادي ما الذي يجري الآن في قباطيا قباطيا ما زال جيش الاحتلال يقوم بمحاصرة هذا المنزل ونلاحظ أن الجيش ما زال يدفع بتعزيزات عسكرية في هذه البلدة في المنطقة الجنوبية من مدينة جينين جيش الاحتلال حاصر المنزل منذ قرابة الساعة والنصف ونستمع أيضا إلى أصوات يبدو طائرة مقاتلة وطائرتين مسيرتين على الأقل هذا ما شهدناه وكذلك أيضا آليات الجيش الاحتلال العسكرية التي تغلق هذا الموقع طبعا هذا نحن في منطقة مرتفعة نحاول أن نصل منذ أكثر من ساعة إلى محيط المنزل أو إلى نقطة أقرب إلى المنزل ولكن تواجد جيش الاحتلال العسكري الذي ما زال ينتشر في هذه المناطق برفقة جرفات عسكرية برفقة أيضا عدد من الآليات المختلفة آليات النمر الجبات العسكرية وكذلك أيضا جرفات ما زالت تعمل في محيط المنزل وكذلك أيضا حتى في الدائرة الأبعد بمعنى أنها تقوم بالمحاصرة نستمع بين فينة وأخرى إلى أصوات إطلاق الرصاص اشتباكات مسلحة يتحدث جيش الاحتلال يبدو كما يقول الفلسطينيون أن قوة خاصة من جيش الاحتلال استطاعت أن تتسلل إلى داخل هذه البلدة مع تزامنا مع استمرار عملية اقتحام واسعة النطاق في مدينة ومخيم جنين في ذلك الوقت كان جيش الاحتلال قد دفع بقوة خاصة إلى هذه البلدة وحاصر منزلا في هذا المحيط لكن كانت قبل قليل تندلع النيران وواضح بأنها كانت في منطقة قريبة من هذا المنطقة المختفى التي نتواجد فيها ولكن خمدت النيران على الأغلب بأن من فيه على الأغلب بأنهم مقاتلين فلسطينيين لكن ننتظر قليلا حتى تكون الصورة أوضح هلها في هذا المنزل أم في منزل آخر ولكن اشتباكات مسلحة تسمع بين فينات وأخرى ودائرة الاشتباكات ليست فقط في محيط المنزل المحاصر بمعنى أنه يمكن أن يكون جيش الاحتلال قد حصل على معلومة استخباراتية حتى يصل ويدفع بقواته الخاصة إلى هذا الموقع ومن ثم أيضا دفع هذه التعزيزات نستمع إلى صوت الطائرة نعم إذن طائرة مقاتلة في السماء صوتها واضح بشكل جليل لكن لا تظهر علينا على الأقل سجلنا رؤية طائرتين مسيرتين يعني وجود الطائرات المقاتلة عدة احتمالات أولا أن يكون هناك عمليا يعني صعوبة لدى القوات الخاصة في العمل على الأرض وبالتالي تدخل الطائرات المقاتلة حتى تنفذ عمليات قصف وأيضا يمكن أن يكون هناك إصابات في صفوف الجنود استطاع المقاتلون الفلسطينيون أن يحققوا إصابات لذلك تحوم الطائرة المقاتلة ويدفعها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل أيضا تصدنا المعلومات في محيط المنزل المحاصر بأن هناك جرافة بدأت قبل قليل بعملية هدم لأجزاء من هذا المنزل في إطار عملية الاقتحام التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا الاقتحام الذي ما زال مستمرا اللافت بأن اقتحام منطقة جنين ومخيم جنين بدأ منذ ساعات الظهيرة بأن جيش الاحتلال انسحب وأصبح على الأطراف لم يعد ينفذ عمليات اقتحام للمنازل وكذلك حتى تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الظهيرة كان واضحا بأنه كان في نقاط معينة في المدينة بمعنى أنه يريد إصال رسالة بأنه يسيطر على هذه المدينة يغلق المداخل الرئيسية لها ولكن لا يوجد اقتحامات داخل المنازل تزامنا مع يمكن أن نسميه هذا الهدوء في الاقتحام نوعا ما بدأت وتسللت هذه القوى الخاصة إلى منطقة جنين نحن نتحدث عن هذه البلدة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين بمعنى أنها جنوب هذه المحافظة شمالي الضفة الغربية المحتلة وبدأت هذا القتال أو هذه الاشتباكات التي سمعت هناك ما زال المنزل محاصرا على الأقل فيه شخصين على الأقل ما تردنا المعلومات وهناك يمكن أن يكون هناك إصابات إما في صفوف كذلك يمكن أن يكون منهم في داخل هذا المنزل وكذلك أيضا الحديث عن وجود إصابات في الصفوف الجنوب الواقع ما زال اشتباكات متقطعة بين فينة وأخرى جرافة تهدم أجزاء من المنزل وتواجد الجيش الاحتلال وبالتالي لا يمكن لسيارات الإصعاف التنقل في هذه المنطقة المحاصرة لأن الاحتلال أصلا كان قد أغلق كل مداخل المنطقة صحيح فادي صحيح صحيح يعني حتى حاولنا الدخول وواضح حتى من الأليات العسكرية إذا ما استدرنا بالكاميرا أكثر فأنا سنجد هذه الأليات العسكرية وصلنا إلى هذا الشارع حتى نصل إلى البيت لأنه يعني يأتي خلف تلة في نهاية المطاف هو يعني محجوب عننا بسبب تواجد جيش الاحتلال يعني حاولنا أن نستدير بمسافة أكثر بعدا حتى نصل إلى منطقة عالية نطل على المنزل لا نكون في نفس دائرة القتال ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقطع كل الطرق وبالتالي لا أحد يدري ما الذي يدور هناك إلا من إذن هذا اشتباك عادة من جديد نعم إطلاق نار عادة من جديد الآن نعم الاشتباكات مستمرة وإطلاق النار أيضا متواصل في قباتيا نعم صحيح إذن اشتباكات وليست فقط عند المنزل لأن دائرة تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي أوسع من مجرد حول هذا المنزل وإنما في دائرة أوسع آليات الاحتلال العسكرية تنتشر في نقاط مختلفة وجرافات كذلك وأيضا تحت غطاء من الطائرات وقد يدفع ذلك المقاتلين الفلسطينيين إلى أن يقوموا بمهاجمة مركبات الاحتلال والآليات الاحتلال العسكرية حتى يخففوا الضغط على المنزل المحاصر على دائرة أبعد ليس فقط في محيط هذا المنزل هذه أصورة الآن من قباتيا عملية تجريف لأجزاء من هذا المنزل من قبل جرافة نعم وهذا مجزء منه كما أشرت هذه من قباتيا نحن في وسط البلدة كما ذكرت لك صحيح نحن في داخل البلدة ولكننا في تقريبا منطقة مطلة على المنزل لا نستطيع بالكاميرا أن نأتي به بسبب تواجد جيش الاحتلال الذي قطع الطريق علينا في أكثر من جهة فادي شكرا لك طبعا سنكون معك في متابعة لما يجري في قباتيا هذا المشهد من قباتيا في مخيم أو بالقرب من جنين شكرا جزيلا لك فادي العصر